اشتركوا في القناة الميراث بين احكام الشريعة الاسلامية وبين القانون في الواقع العملي وخاصة في المجتمع المصري وخاصة بعد كرة مصر ان الابن الاب بيتوفى وبيحطفك بنين وبنات يجي ابن من الابناء اعادان الله واياكم يكون ابن اكبر وحطط ايده على التركة يقول لك مفيش تقسيم مراث ليه يا عم الحج مفيش تقسيم مراث هو كده البنت مش هتاخد مراث ومفيش عندنا بنات بتورس ليه هو كده انت هتروح تودى عند ولاد مش هارف من اللي هو جوزك دي نعمل حاجة دربنا سبحانه وتعالى لقاء مش هتاخد حاج قبليني في المحكم قبل عام 2017 كان الوضع مختلف ليه كانت البنت يعيني بتروح للمحكم تقعد عشرات وعشرين سنة ويتموت وعيالها يورسوا الخلاف وما تاخدش حاجة من التركة طيب بعد عام 2017 ايه اللي حصل صدر قانوني يعاقب الممتنع عن تسليم المراث بالحبس طيب عشان النهاردة اقول انا قدام جريمة امتناع عن تسليم المراث لازم يتوافر شروط طيب شروطها ايه عشان اعرف انني كمحام حد جاي لمكتبي اقول ان دي فعلا جريمة امتناع عن تسليم المراث عد معايا الشرط الاول وجود تركة ايه الشرط الغريب دي فعلا لازم يكون في تركة التركة ده ايه سرها الميت بعد ما مات هو في حد ما لوش تركة اه ممكن حد كان ساكن بشقة بالإجابة وظرفه على قد ومات الشقة السلمت بعد ما أجب خلاص خلاص ما فيش تركة واستريحوا من بعضهم كلهم ما فيش حاجة يورسوها اصلي يبقى عشان نكون قدام جريمة امتناع عن تسليم المراث لابد من وجود تركة للميت الشرط التاني ان يكون احد الورثة امتنع عن تسليم باقي الورثة التركة حط ايده على التركة اخ اكبر او عم او ما شباه ذلك وقال ما فيش تأسيم وان التركة ده افضل تحت ايدي يبقى وجود احد من الورثة امتنع وحاز التركة وحط ايده عليها وامتنع عن تسليم باقي التركة للورثة او حجب مستند من مستندات التركة اللي تؤكد نصيب احد الورثة عندنا في الفلاحين دايما العقود متعانى في البيت اللي فيه الاب مات الاب دايما الابناء الذكور اللي موجودين مع الاب في البيت مستندات الملكية والحياثة الزراعية وكل حاجة تحت ايدهم طيب البنت مايش عكفة ابوها كان يمتلك ايه ولا ما يمتلكش ايه تبورينا المستندات تبورينا العقود مفيش عقود مفيش مستندات يبقى عشان نكونوا امام جريمة امتناع عن تسليم مراث وجود تركة للميت اتنين امتناع احد الورثة ووضع يدعى للتركة وانه هو يسلم باقي الورثة او حاجة بمستند من المستندات اللي تأكد نصيب احد من الورثة طيب انا اصبحنا امام جريمة امتناع عن تسليم مراث يعمل ايه الشخص المضرور من هذا الفعل اول حاجة يذهب لأقرب محامي ومعه المستندات التالية واحد اعلام الوراثة اللي مسكوب فيه ان هو احد الوراثة اللي احنا عملنا عنه فيديو اللي هو الفيديو الاول يبقى معاه اعلام الوراثة مسكوب فيه ان هو احد الوراثة للميت اتنين يكون معاه يعني انا بقلت لو معهوش لو معاه صورة من عود الملكية كان بيهماعهوش بيبفع الدعوة ويقول ان فلان دهو حاجة بالمستندات التي تؤكد مصيبي الشرعي في والدي او في والتي يبقى لو معاه صورة من سندات الملكية بتوجه بها مع المحامي الشرط التالت او المستند التالت اللي بيبقى معاه لو فيه عقد اسمه وتجنيب بينهم والاخ امتنع عن تنفيذه ياخدوا معاه ووراية للمحامي يعني احيانا بيعملوا عقد اسمه وتجنيبه ويقسموا على الورق ويجي على الواقع ما يدوش له نصيبهم فبياخد العقد معاهوك في الوقت ده المحامي بيعمل انظار لهذا الممتنع ان يسلم مراس اختك او سلم مراس اخوه خلال عشر تيام خلال خمسة عشر يوم في هذه المدة لو مسلمش بيعمل حاجة اسمها جنحة مباشرة امتناع عن تسليم مراس طيب العقوبة ايه بقى هذا الممتنع عن تسليم المراس القانون الجديد اللي احنا ذكرناه في اول الفيديو نص على العقوبة العقوبة كل من امتنع عمدا عن تسليم المراس او حاجة بمستند يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشور وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تتجاوز عن مئة الف جنيه او باحدهاتين الركوبتين يبقى القضي مخير اما يدلو حبس وغرامة او بيدلو غرامة بس طيب الوقت حصل صلح وفي اي درجة من تراجات التقاضي هذا الممتنع عن تسليم المراس حاب يروح يسلم وضمره النبو يسلم اخواته المراس في اي مرحلة كانت عليها بدعوة يجوز فيها الصلح طيب في سؤال كان جالي موضوع ارصدة البنوك والدهم كان عنده ارصدة في البنوك وعايزين يعرفه ومعهمش ارقام حسابات ولا معهم اي حاجة بتروحوا الى البنك المركزي بتقدم مستندات اللي قلنا عليها اعلام الوراثة وصفة البطار انت احد المستفيدين من التركة وعايز اعرف والدي كان عنده ايف البنوك بيديك اسماء البنوك اللي والدك كان متعامل عليها او الميت بتاعك اللي انت وارس له كان متعامل معها وبتروح البنوك باختاب البنك المركزي وبيديك نصيبك الشرعي المنصوص عليه في اعلام الوراث يبقى موضوع البنوك في تقسيم بيقسم البنك طبقا لاعلام الوراث طيب انا كده اتكلمنا عن شروط جريمة الامتناع عن تسليم المراس اتكلمنا عن ازاي نمشي في المصاري الصحيح نروح لمحامة يعمل لنا انظار وبعدين يعمل جنحة مباشرة امتناع عن تسليم المراس اتكلمنا عن البنوك واتكلمنا انه هيجوز الصلح في اي درجة من درجات التقاطي همسة اخيرة امتناع عن تسليم المراس في الشرعة الاسلامية وضعه ايه وضعه ايه ربنا سبحانه وتعالى تكفل بتقسيم المراس انا بهمس في اذن اخي الممتنع عن تسليم المراس لاخواتي بعيد عن القانون بهمس له كأنه مسلم لأنه مسلم عفوا بقول له ربنا سبحانه وتعالى هو اللي تكفل بتقسيم المراس وقال في نهاية الآية اللي بعد نهاية آية المراس قال ايه تلك حدود الله تلك حدود الله المراث حد من حدود الله ومن يطأ الله ورسول يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها وذلك الفوز العظيم لو ادت اختك المراث بتاحها واحتسبت عند الله ان انت بتنفس تعاليم الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يدخلك الجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوض العظم وأتبحها بآية ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهيد يا أخي هتقش عشرين ثلاثين أبين سنة ستين ثمانين إنك ميت وإنهم ميتون اتق الله في إخوتك وسلم المراث لإخوتك هذا وبالله التوفيق